اشتركوا في القناة 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 وتحقق الانتصار على المنتخب الكرواتي يعني المغرب خصو يلعب واقعية ضد كندا ما نستصغروش الخصن نحاولوا على أننا نربحوا ومن بعد إلا جتنا فرصة باش نربحوا بكلاتة والأربعة دي الأهداف تكسساعة ما خصوناش نضيعوا هذه الفرصة بين يدينا وكيف ما قلت من قبل المنتخب الكناضي منتخب هش دفاعيا وأيضا دهنيا أغلب يدي اللاعبين لعبين شباب ويفتقدونا للخبرة والتجريبة علش بغينا نتأهله في الصدارة يعني المجموعة اللي من المرتقب اللي عمنا ننواجهها اللي فيها إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان وبالنسبة كبيرة إسبانيا هي اللي غتتأهل في الصدارة وفي المركز الثاني غيكون المنتخب الألماني إلا سولتيني شكونوا المنتخب اللي كتفضل تواجهه في الدور القادم غادي نقول لك المنتخب الألماني المنتخب الألماني صراحة في أول جوجل لقاءات ظهر بمستوى جد متوسط عكس المنتخب الإسباني اللي عنده مدرب مدرب يعرف من أين تؤكل كتيف لويس إيريكي وعنده أيضا لاعبين شباب بغين يتبتوا الإمكانيات ديالهم المنتخب الإسباني منتخب منظم تعرفي بني الهجماء اللعب دياله متنوع عكس المنتخب الألماني اللي كتحس به اللعب دياله عشواعي نزيد عليها أيضا في ربع النهائي لتأهلنا في الصدارة سنتفادى مواجهة المنتخب البرازيلي ما بغينش نحرقه المراحل ولكن ما فيها باس على أننا نختاره الطريق الأسهل ومن بعد نجري وليقاء يعني كنت منه كنت منه على أنه وليد الرجل يجي إن شاء الله يوجد مزيان لللقاء ديال المنتخب الكندي اللي تنظن غيكون لقاء صعيب المنتخب الكندي مبقى عنده ما يخسر المنتخب الكندي غيرمي باتقل دياله وغير حاول يحقق أول انتصار في طارق كندا في كأس العالم وهذه المسألة يمكننا نستغلها لصالحنا بعامل خبرة وبعامل تجربة يعني وإن شاء الله نحققه انتصار وليما لا يكون انتصار كبير باش نتأهله في صدارات المجموعة ومن بعد نأخذ لقاء بلقاء كبرات الطموحات ديالنا كجمهور ولكن الآن التركيز ديالنا خصو يكون منصب على التأهل للطور القادم وإن شاء الله من بعد نجري لقاء بلقاء خليوني الأراءة يلكم في التعليقات واشتظنوا على ان المنتخب الوطني المغربي قاد على انه يتأهل في صدارة المجموعة واشتظنوا على ان اللقاء اللي غلعبوه ضد كندا في متناول المنتخب المغربي ويمكننا نربحوه بدون مشاكل واشنية الطريقة اللي تتفضلوا على ان وليد الرقراقي يتابعها في مواجهة منتخب كندا خليوا لي الأراءة يكون في التعليقات وانتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي نتمنى ان شاء الله على ان المنتخب الوطني المغربي يكمل في النصق التصعودي اللي غادي به وانتمنى ايضا على ان المنتخب المغربي يتأهل في صدارة هذه المجموعة كان هذا كل ما يخص الحلقة ديال اليوم إلا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في القناة بجدائما وصدقوا جديد أول بأول كان معكم الريد من قناة كورا فانس السلام الله عليكم شكرا